موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقتين جديدة من كشك الصحافة سنستعرض فيه الصحافة اليمنية والعربية وأبرز ما تناولت بداية من الصحافة اليمنية من موقع الصحوة نتو الذي جاء فيه وزير الخارجي عبد الملك المخلافي ذاهبون لمحادثات الكويت حرصا لإحلال السلام في الجانب السياسي أيضا بريطانيا تدعم محادثات السلام اليمنية بالكويت كما تابع الموقع في العناوين الأمم المتحدة تبدأ تدريب فرق المراقبة على وقف إطلاق النار باليمن ومن العناوين إلى تفاصيل خبر اقتحام ميليشيا الحوثي لكلية السيدلة بجامعة صنعاء يقول الموقع أقدمت قيادة جامعة صنعاء المكلفة من قبل جماعة الحوثي على اقتحام كلية السيدلة وفرض عميد للكلية موالي لها عقب إغلاق الكلية بعد استجابة كافة طاقمها من الدكاترة والموظفين للإضراب وقالت مصادر محليا المكلف بقرار من جماعة الحوثي بمنصب رئيس الجامعة أقدم على اقتحام مبنى الكلية وأشارت المصادر أن هذا التصرف جاء عقب نجاح الإضراب في الكلية بشكل كامل والذي دعت له نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة منذ أسبوعين إلى موقع التغيير نت تناول في أبرز التطورات وفد الحوثي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار يصل الكويت ويضيف الموقع في أخباره وزير الدولة لمخرجات الحوار لا وقف لإطلاق النار إلا بانسحاب الميليشيا على المستوى الميداني يقول الموقع الميليشيا الإنقلابية تدفع باتجاه المناطق الحدودية بين تاعز ولحج أما على مستوى سير المعارك في بيحان بشبوى جاء في التفاصيل شنت المقاومة الشعبية وقوات اللواء التاسع عشر بمديرية عسيلان بيحان بمحافظة شبوى هجوما مباغتا على ميليشيا الحوثي وقتلت عشرون منهم قالت مصادر ميدانية للتغيير نت بأن هجوم المقاومة الشعبية وقوات اللواء التاسع عشر حررت جبل العلم والعكيد الاستراتيجيين وقطعوا الخط العام كما صوبوا نيرانهم بكثافة صوب منطقة عينة أدت إلى مقتل عشرين حوثيا كانوا موجودين في مسجد الرحمن وأسر عشر آخرين منهم ثلاثة قناصين أصيبوا بجروح تابع الموقع في التفاصيل وبدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بشن هجوم واسع على مواقع الميليشيا في عسيلان وجبل الشميس ببيحان حيث تكبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحة بالإضافة إلى تدمير وإعطاب أليات وعربات عسكرية على يد قوات الجيش والمقاومة إيران على طاولة الكويت تحت هذا العنوان كتب عبدالخالق عطشان مقالا في موقع تغيير نت وتحدث عن المفاوضات المرتقبة والدور الخليجي في اليمن ويقول الكاتب من موفمبيك إلى جينيف إلى الرياض والمحطة القادمة الكويت محطات حوارية بين أطراف يمنية الطرف الأول الشرعية والآخر هم الانقلابيون وبينهما وسطاء ومنظمون أشقاء وأصدقاء تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة وبهذا تصبح اليمن وقضيتها قضية إقليمية عربية دولية صار لزاما على الجميع استيعاب هذه القضية من نواحي عدة تأريخية وجغرافية وسياسية ليتسنى الوقوف على حلها ومعالجة مشكلتها معالجة جدرية دائمة وليس مؤقتة بالمهدئات والمسكنات التي سرعان ما يزول أثرها لاستفحال الداء دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة الأكثر تأثرا تأثيرا باليمن عليها أن تدرك أن استقرار اليمن هو استقرار لها وأن اليمن حجر الزاوية الأبرز في جغرافيا الجزيرة العربية ولها أهمية استراتيجية بموقعها الذي أسال لعاب الغزاة في الماضي والحاضر إن الفرصة ما زالت قائمة على طاولة الكويت الشقيق لأن يقف إخواننا في الخليج لتصحيح الأخطاء السابقة والتعاون على حل الأزمة اليمنية وأن يكون هذا الحل مفتاحا ونافذة للعالم بأن آن الأوان لأن يدرك العالم أن العرب والمسلمون هم الأقدر على حل مشاكلهم وأن على إيران أن تدرك أنها إما أن تكون شريكا فاعلا في السلم وإما فقد اختارت طريقة استعدائها لنفسها وما عليها إلا أن تتحمل تبعات ذلك وليس بالضرورة أن تكون تبعات حربية فالعزلة والعداء السياسي والاقتصادي هو ما ينتظرها نتحول مشاهدين إلى موقع يمن مونيتور ونطالع في صفحة الرئيسية هم الأخبار منها وثائق بنما 18 شركة مخفية تتبع صالح تدويرها عائلة يمنية في عنوان آخر بهائيو اليمن يطالبون بإطلاق سراح فرد من طائفتهم متهم بالتجسس لإسرائيل كما جاء في الموقع ناطق مقاومة الجوف عبدالله الأشرف مقتلوا خبيرين إيرانيين بغرات للتحالف العربي ركز الموقع على خبر إدانة منظمة الصحة العالمية سهداف الميليشية لمستشفى مارب نقرأ في تفاصيل هذا الخبر أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مستشفى حكومي في محافظة مارب شرقية اليمن وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تدير بشدة الهجوم الذي تعرض له مستشفى مارب العام في عاصمة محافظة مارب الذي أسفر عن مقتل أربع أشخاص بينهم طبيب بالإضافة إلى جرح ثلاثة عشر آخرين وأضاف البيان أن الهجوم تسبب أيضاً بأضرار في غرفة العناية وإدارة المستشفى الذي يقدم العلاج لآلاف المواطنين في محافظة مارب ومحافظات أخرى مشاهدين بالانتقال إلى موقع نيوز يمن نطالع في هذا الموقع نائب الرئيس الحكومة الشرعية صادقة في تحقيق السلام أما إلى محافظة تعز ميليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية ومقتل إمرأة في الوازعية برصاص قناصة كما جاء في الموقع بندغر إيران مستمر في إرسال الأسلحة إلى المتمردين ونعود إلى تعز ونقرأ خبر الوقفة الاحتجاجية للجرحة ودعوة الحكومة إلى معالجتهم يقول الموقع في التفاصيل نفذ العشرات من الناشطين والإعلاميين وقفة تضامنية مع جرحة تعز الذين يعيشون أوضاعا صعبة ومعاناة مضاعفة في ظل الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي وقوات صالح على المدينة وأضاف الموقع ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تدعو الرئاسة والحكومة الشرعية ودول التحالف إلى إنقاذ جرحة تعز ووضع حلول عملية وعاجلة لمعاناتهم كما يتابع الموقع وأكد أن الجرحة الذين شاركوا في الوقفة بأنهم يقفون اليوم بجراحهم وكلهم شرف وفخر بها في سبيل مدينتهم ووطنهم ولكن ما يؤلمهم هو إهمال وتجاهل الحكومة لجراحهم ومعاناتهم يواصل الموقع في هذا الخبر وتقدر الإشارة إلى أن عدد الجرحة بمدينة تعز وصل إلى أحد عشر ألف وخمسة وثمانين جريح منهم خمسمائة جريح يحتاجون للسفر إلى الخارج أما إلى موقع الموقع نستعرض أهم ما جاء فيه من أخبار وعناوين الوفد الحكومي الزائر لمحافظة مأرب يلتقي قيادة المقاومة بصنعه في التطورات أيضا مسؤول في مجلس الأمن متفائلون بنتائج مفاوضات الكويت بين الحكومة اليمنية والحوثيين كما عنوان الموقع أب الميليشيا تخفي جثمان الشهيد الشعوري بعد أسبوعين من إعدامها له وركز الموقع على تصريحات نفي القيادة الحوثي محمد أهل بخيتي عن وجود وفد للميليشيا في الرياض يقول الموقع نفى القيادي في جماعة الحوثي المتواجد في طهران محمد البخيتي تواجد وفد للحركة في الرياض لإجراء محادثات بشأن الأزمة اليمنية في تناقض عما تعلنه السعودية والمتحدث الرسمي باسم الجماعة ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية بنسختها الفارسية خبر نفي البخيتي تواجد وفد بالرياض بوقت سابق لكن الجماعة رفضت الاستمرار لأن سعودية لم تعترف بحربها في اليمن حسب زعمه وقال البخيتي نحن لا ننكر أن وفد من أنصار الله كان قد ذهب إلى الرياض لمناقشة هدنة الحدود وطلبت الرياض الانسحاب من الأراضي السعودية لكن الجيش اليمني واللجان الشعبية رفضت اليمن معضلة السلاح التقيل والثلث المعطل تحت هذا العنوان كتب نصر طهى مصطفى في موقع الموقع ويقول سبق أن أكدنا أن الطريق إلى المفاوضات في الكويت سيكون شديد الوعورة لكن الأرجح أن المفاوضات ستنعقد وسيذهب إليها تحالف الحوثي صالح من دون التزامات واضحة ومحددة كما نص عليها القرار 2216 على رغم أن النقاط الخمس أشارت وللمرة الأولى إلى انسحاب الميليشيا والمجموعات المسلحة في إشارة واضحة لم يلتقطها الحوثيون إلى أن تطبيق القرار الدولي لن يقتصر على ميليشيا الحوثي وصالح بل سيمتد ليشمل كل المجموعات المسلحة بما فيها من وقف ضد الانقلاب والتمرد والأمر نفسه ينطبق على موضوع السلاح التقيل والمتوسط وهي بلا شك نقطة الضعف عند الحوثيين الذين يعتقدون أن نفوذهم السياسي وتأثيرهم الاجتماعي مرتبط بشكل أساسي بوجودهم المسلح وهي مسألة تبدو حقيقية إذ أن تأثيرهم السياسي سيتراجع كثيرا في حال نزع السلاح الثقيل والمتوسط منهم مما يجعل الأمر معضلة كبيرة ليس فقط عند اليمنيين الذين ينشدون الاستقرار منذ عقود بل وحتى عند المحيط الإقليمي وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي لن يقبل اليمنيون بأي حال من الأحوال ولا دول الجوار الخليجي أن يمتلك أي طرف سياسي يمني ورقة ضغط وابتزاز تشبه الثلث المعطل كما لن يقبل أي حلول سياسية لا تنزع السلاح التقيل في شكل كلي من أيدي كل الأطراف وليس الحوثيين فقط لن يكرر اليمنيون ولا جيرانهم الخليجيون تجربة اتفاق الطائف اللبناني الذي استثنى أطرافا محددة من نزع السلاح التقيل لظروف خاصة كان لها ما يبررها لكنها لا يمكن أن تتكرر في اليمن إذن مشاهدين ختام جولة الصحافة اليمنية من موقع المصدر أونلاين وورد فيه غرات التحالف تستهدف موكبا للحوثيين في الجوف في عنوان آخر مقتل مواطنين سعوديين وإصابة طفل في جراء سقوط قذيفة من داخل اليمن في عنوان بارز أيضا الرئيس هادي سنذهب إلى الكويت من أجل صنع السلام الدائم في اليمن وركز الموقع على خبر الغرات التي شنتها طائرات التحالف على مواقع للقاعدة في الحوطة وجاء في التفاصيل قال شو دعيان في مدينة الحوطة بمحافظة لحج جنوب اليمن للمصدر أونلاين إن مقاتلات من نوع باتشي غارة صباح اليوم الخميس على مواقع لمسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة في مناطق شمال مدينة الحوطة وأضاف الشهود أن الغارات استهدفت مزارع يتحصن فيها المسلحون في منطقة وادي الخير شمال الحوطة وأن نيرانا كثيفة اشتعلت في المناطق المستهدفة ولم يعرف بعد ما إذا كان هناك ضحايا قد سقطوا في الغارات إذن مشاهدين الكرام قبل أن نستعرض أبرز ما تناولته الصحافة العربية صادر هذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود أهلا بكم من جديد مشاهدين مستمرون معكم في جولة الصحافة لهذا اليوم نذهب الآن إلى أبرز ما تناولته الصحافة العربية ومن صحيفة من صحيفة البيانة التي عنونات الشرعية اليمنية تطارد الإرهاب تقول الصحيفة بدأت قوات الشرعية عملية عسكرية واسعة في محافظة لحج تهدف إلى طرد العناصر الإرهابية التي استغلت حالة الفراغ الأمني وروعت المدنيين في الحوطة عاصمة المحافظة تضيف الصحيفة ونصبت قوات الأمن عددا من نقاط التفتيش في الطريق الواصل بين عدن ولحج لمنع العناصر الإرهابية من التسلل إلى عدن مع بدء ضرب الإرهابيين وشن طائرات التحالف العربي لغارات على مواقع التنظيمات الإرهابية في المزارع قرب الحوطة وقال مدير مكتب محافظة لحج صالح محمود للبيان إن الحملة الأمنية تستهدف تطهير لحج من عناصر الإرهاب بعد أن وضعت الخطط المناسبة بإشراف قوات التحالف العربي وأكد أن الحملة الأمنية ستشمل المرحلة الأولى منها حماية مدينتي الحوطة وتوبن على جبهة المعارك ضد الإنقلابيين قالت صحيفة البيان إن ساحات القتال شهدت هدوا نسبيا لليوم الثاني إلا أن المتمردين استغلوا التهدئة لمحاولة التمدد والتمركز على جبل يطل على مضيق باب المندب بالانتقال مشاهدين إلى صحيفة الخليج والتي عنونت في إحدى موضوعاتها الشرعية مبادرة الحوتيين بوقف القتال اضطرارية تقول الصحيفة اعتبرت مصادر عسكرية مطالعة إعلان الناطق الرسمي لجماعة الحوتي محمد عبد السلام بقرار جماعته إيقاف الحرب في عدد من الجبهات بأنه مبادرة اضطرارية أشيرة إلى أن الحوتيين والقوات الموالية لرئيس المخلوع تعرضت لهزائم مؤثرة في معظم جبهات القتال وتعاني صعوبات بالغة وتعقيدات في الحصول على إمدادات جديدة من المقاتلين جراء رفض القبائل الموالية لها وللرئيس السابق تزويدها بمتطوعين لدعم صفوفهم في المواجهات المحتدمة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بقوات التحارف العربي وأكد العميد ناصر أحمد علي الشارعي أحد قيادات الميدانية البارزة في الجيش الوطني أن تصاعد الخلافات بين قيادة جماعة الحوتي والمخلوع فرض تداعيات حادة على الأوضاع الميدانية لمقاتلية الجماعة جراء منع القوات الموالية لصالح الحوتيين من التزود بأسلحة وذخائر من معسكرات تابعة لقوات الاحتياط في الحرس الجمهوري سابقا في مناطق كذمار وعمران ولفت العميد الشارعي إلى أن الحوثيين وقوات الرئيس السابق لا تزال تقوم بمناوشات مستمرة على الحدود السعودية وأن ما صرح به الناطق الرسمي للجماعة عن وقف المواجهات في الحدود لا أساس له من الصحة منوها بأن القوات السعودية كبدت الإنقلابين ما يزيد عن مئة قتيل قبل أيام قليلة حزب الله يحول لبنان دولة فاشلة تحت هذا العنوان كتب حسان حيدر مقاله في جريدة الحياة ويقول الكاتب مع سلسلة الفضائح المالية والأخلاقية والخدماتية التي تعصق به بات لبنان عمليا في مصاف الدول الفاشلة ولو لم يقدم أحد بعد على إعلان ذلك سراحة إذ تنطبق عليه أوصافها المتعارف عليها بل هو يتجاوز في بعض النواحي دول أخرى إن حذرت إلى هذه الرتبة وينسحب هذا التراجع في التصنيف والفاعلية على تشكيلاته السياسية ووسائل إعلامه بمختلف تلاوينها والسلوك الفردي والجمعي لمواطنيه والمقيمين فيه والقليل المتبقي من المشترك بينهم وإذا أخذنا معايير الفشل هذه واحدة تلو الأخرى يتبين أن حزب الله هو المسؤول عن انطباكها على لبنان ذلك أنه يمسك بالمفاصل الأمنية والسياسية للبلد فيمنع السلطات الشرعية التي لا يسمح باكتمال عقدها من ممارسة عملها ويبقي على احتمال إسقاطها عبر التهديد الدائم بسحب وزرائه من الحكومة فيما يعطل البرلمان ويحول دون انعقاده ويتلاعب بالقوى السياسية والأمنية التي ينخر معظمها الفساد ويستأثر الحزب منذ استقوائه بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000 بحق خوض الحروب ووقفها غير عابئ بالمصالح الوطنية ولا بإجماع اللبنانيين ولا حتى بإجماع بيئته الحاضنة في الجنوب التي تدفع ثمن مغامراته في كل مرة ولا يكاد يمر خطاب لأمينه العام من دون التهديد بحرب جديدة لا يعرف أحد كم ستكون كلفتها على لبنان واللبنانيين وكل ذلك تحت شعار الحفاظ على لبنان من أطمع إسرائيل إلى صحيفة عقاضة صعودية والتي عنونت في إحدى موضوعاتها الانقلابيون يرتكبون مجازر في تعز وحجة وقالت الصحيفة قتل مدنيون وأصيب آخرون في قصف عشوائي لأحياء سكنية بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز وأوضح مصدر ميداني لعقاض أن الميليشيا الانقلابية بعد فشلها في الهجم التي شنتها بهذا في السيطرة على مواقع جديدة في مديرية الوازعية عامدت لقصف الأحياء السكنية وقالت الصحيفة إن ميليشيا الانقلاب أعدمت عددا من أسر الجيش الوطني الذين تم القبض عليهم خلال المواجهات في مديرية ميدي بمحافظة حج شمال اليمن الشهر الماضي وقالت الصحيفة السعودية إن وسائل إعلام تابعة للحوثي نشرت صورا لجنود من الجيش الوطني مكبلية الأياد والأقدام بعد إعدامهم وأوضحت مصادر يمنية ميدانية أن الميليشيا الانقلابية أعدمت أسرى من الجيش الوطني بعدما أظهرتهم أحياء على شاشة التلفزيون المسيرة التابعة للحوثي وقالت الصحيفة الجريمة أثارت غضب الكثير من اليمنيين الذين عبروا عن استيائهم الشديد لمثل هذه الجرائم التي تتنافى مع أخلاقيات الحرب ومبادئ القانون الدولي الإنساني أما بالتحول إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعة طورات جبهات القتال ونقلت عن مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن قواتها المشتركة حررت موقع العقد الاستراتيجي المطل على وادي السليم بعسيلان شمال محافظة شبوة وأسفرت المواجهات عن قتل ستة حوثيين وأسر ثلاثة آخرين إلى ذلك كشفت مصادر في المقاومة عن مقتل خمسة من عناصرها في مواجهة مع المتمردين في منطقة العقبة في محافظة الجوف وقالت أن المعارك في هذه الجبهة المتاخمة لمحافظة صعدة أسفرت عن سيطرة القوات المشتركة على أجزاء واسعة من جبل العقبة في حين ما زال أجزاء أخرى تحت سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوعة لصالح في السياق ذاته كشفت المصادر لصحيفة الحياة عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش والمقاومة في مديرية نهم شمال شرق صنعاء وقالت أن هذه التعزيزات جاءت في إطار التحضيرات التي تجريها قوات الشرعية لاقتحام صنعاء وتحريرها في حال فشلت المحادثات المقرر إجراؤها في دولة الكويت وفي جبهة الوازعية أفادت مصادر محلية وطبية بأن قوات المتمردين استمرت في قصف قرى ومناطق مديرية الوازعية في الريف الغربي لتعز وقالت إن امرأتين قتلتها وأصيب أربعة أطفال جراء قصف الميليشيا مناطق وادي المعقم وبخيته في ظل نزوح واسع للسكان خشية تعرضهم للقصف على صعيد آخر جدد طيران التحالف ضرب مواقع ومعسكرات لتنظيم القاعدة في مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت وقال شهود إن غارات استهدفت معسكر الدفاع الساحلي واللواء 27 ميكا في منطقة خلف وأدى القصف إلى دوي انفجارات هزت المدينة إلى صحيفة العربية الجديد ركزت على تزايد عدد الأيتام في اليمن عنولة الصحيفة 50 ألف يتيم خلفتهم حرب اليمن وقالت الصحيفة استنادا إلى بيان أصدرته مؤسسة اليتيم التنموية في اليمن بأن الحرب خلفت أكثر من 50 ألف طفل فاقدي أحد الأبوين أو كليهما في الحرب وأوضحت المؤسسة بمناسبة يوم اليتيم العربي بأن هؤلاء الأطفال أضحوا على رصيف اليتم مشيرة إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل أوضاع إنسانية غاية في تعقيد يعيشها أيتام اليمن لم يسبق أن شهد تاريخ اليمن مثيلاً وأضاف البيان الذي حصل العربي الجديد على نسخة منه بأن تداعيات الحرب أثرت على نصف مليون يتيم في كل مناطق اليمن لافتاً إلى أن تسارع الأحداث واستمرار القتال وبطء الإغاثة ومأساوية الأوضاع الإنسانية جعلت من أيتام اليمن أكثر فئات المجتمع معاناة وأكثرها تهميشاً حتى من جهات الإغاثة التي أسقطت هذه الفئة من أولوياتها وجهودها الإغاثية تابع البيان بأن عشرات الأيتام يسقطون كالفراش في لهب الحرب كالفراش في لهب الحرب وإن عشرات القتل بين صفوف المدنيين ومئات المصابين داخل وخارج المستشفيات ينتهي حال بعضهم بإعاقة دائمة ويصبح آخرون مرشحين للوفاة لعدم توفر الرعاية الصحية والغذاء وأساسية العيش لافتان إلى أن الآلاف الأيتام بين مشرد ومحاصر ونازح بالإضافة إلى المئات أصبحوا بفعل غياب الاهتمام الأسري والمجتمعي في عداد المصابين بالأوبئة الخطرة والأمراض الفتاكة مشاهدين ختاماً نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نختتم حلقتنا لهذا اليوم إلى الملتقى في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة